طيب موضوع أنه مروة يمنية الأصل ولكن أمها مصرية فكذا يعتبر لديك جنسيتين؟ هو قانونا عندي جنسيتين في كل ثقافات العالم واحد وصاحبت ثقافتين يحبوا هذا الموضوع إلا عندنا ليش؟ لازم توصمي بوصمة يعتبروها وصمة ابن المصرية، بنت العراقية، ابن السوري، بنت اليمني لا كل الوطن العربي وأنا الأول مرة أقولها بصراحة ايوة ولكن هذا هو وصف دارج شعبه وصف دارج يتدرج ما بين المحبة، ما بين التمييز، ما بين الاستلطاف، ما بين الاستنكر نكون صحيحاً كل واحد وعقليته بس أنا فرحانة بالأثنين وأحب بالأثنين طيب، إيش شعورك نحيات أم جمعة؟ يا أختي؟ يا أختي؟ طلعت أم جمعة؟ طلعت إزاي أم جمعة؟ الصدفة لا حبيب الشعب ربنا يسعده يا رب العالمين طبعاً غير شخصية أم جمعة أنا بحب هذا البني آدم جداً لدرجة حتى لما يكون هم في بلد وأنا في بلد وفي حد مضايقني أو مخنوقة أو مش قادرة تكلم بالذات لو حاجة تخص الشغل أقول له الله لا غيابك يا أستاذ فلاح اشتقنا لك يا أستاذ فلاح والد البني آدم بعرف يحترم الناس بيدير كل واحد قدره وفي نفس الوقت مسيطر على شغله لا حاجة تخطى النقطة هذه حاجة تجاوزه جداً هو مخرجين قلائل فيهم هذا الطبع زي عبد الرحمن دلاق زي عبد العزيزة الحرازي على سبيل المثال للحاصر أم جمعة أول مرة تعرفت على الأستاذ فلاح كان في برنامج في استقربة في سنة 2009 أو 2010 أقول لي أنت حتشتغلي معي كنت فرحة أنا قلت له إن شاء الله خاصتي وأن العراقيين اللي هم كانوا مميزة عندي جداً 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 تعلمت الخياطة منهم وتعلمت الرسم منهم وتعلمت الخط العربي منهم كان لهم بصمات في حياتي حتى أول وظيفة اشتغلتها في حياتي كانت سكرتيرة رسام عراقي عشان كذا متأثرة بالفنون هل لديك تجربة أعتقد في بروتوكولات صنع الشاي الياباني وهذه الأمور كيف خطرت على بالك أصلاً؟ شوفي بما أنه أنا غاوية الفنون أنا أعشق الدول اللي أعمارها آلاف السنين أوكي زي اليمن الرافدين مصر شرق آسيا شرق آسيا بكون لوحدها ما بين ملايين الملايين من أنواع الفنون والديانات وفنون العمارة كما مضمناها الشاي الياباني هل هذا اللي أثر عليش أنك تكوني دقيقة ومحترفة في رسم الماندلة؟ آه أوكي رسم أعرف أنتم رسم الماندلة صح؟ أنا برسمه رسم الدقيق اللي هو الرسم الهندي تغيير وألوان عادية اللي بتتلع كده في الشاشة حاجة صغيرة جداً شبه المنمنمات كده فن من فنون الزخارف شبه الزخارف الإسلامية بس هو هندسي أكثر ما اسمه؟ ماندلة ماندلة محتاج تركيز قوي ماندلة أقرب لي أن أسمى ماندلة كيف يعني؟ أنت عارف هذا ما معناه؟ قمة الصبر والتحمل إن أنا أنجز رسمه طب شوفي هو أنا وأنا في الابتدائية والأعدادية كانوا مدرسين الفنون عندنا عراقيين هرجع لك لنقطة محبتي للعراقيين فكنت بتعلم الرسم وبحاول في الموسيقى وبتعلم الخياطة تمام؟ خاصة أن المدارس في صنعاء كانت جداً مهتمة بهذه الجوانب من ضمنها على رأسها سيدة حمزة ومدرسة أروى مفتخرة مدرسة أروى على رأسي كانوا مشهورات برات مدرسة أروى بالغرور ورغباً أننا مساكين فكانوا جداً مهتمين بالأشياء فأنا تعلمت كلهم أمي الله يرحمها كان عندها رغبة قاتلة أن تجعلني أتعلم كل شيء أي شيء يأتي في بالي أتعلم وتقول لي اتعلمي حتى لو تخلع ذهبها بي ورح أسجلك أتعلم لكي أثرت عليك دائماً جوعانت عليك فأثناء ما أتعلمت هذا كله بدأوا أساتذتي لاحظوا علي أن التوازن عندي عالي جداً والأشياء الدقيقة والسيمترية والقياسات والحاجات هذه فبناء عليه تطوروني في الكوفي والزخار في الإسلامية والماندالة ماشاء الله عليك طبعاً الشاي الياباني مش قمة التوازن قمة 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 التوازن لأن حتى حركته والأصبع متناغمة فن مسكت طبعاً هم لا يشربوا الشاي الأخضر الياباني البودرة في كاسات ورق فحاجة شبه السلطانية الشربة شبه المطيبة لازم بنمسك باليدين مثل المرج بالضبط لازم باليدين طبعاً هو على فكرة الشاي الياباني عشان فيه ناس كثير بيستغربوا هو الله قلص شاي يروح يشربوه قبل خمسمائة عام هو كان مخصص للملك والإمبراطور وللمعابد فقط فيما بعد أصبح رمزة للسلام بين عشائر السامورايا المتناحرة لثلاث أسباب أنه لازم غرف حجرة الشاي لازم الكل بيجلس على ركبته على الأرض التساوي وبابها صغير فلازم الكل ينحني وممنوع الدخول فيها بالسلاح فالتواضع والسلام تناغم الروح أيها